السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده عبارة عن ايه؟ ده تنظيم للشغل في الـ OpenStreetMap فبتلاقي بعض المطوعين بيقولك احنا عايزين مثلا نغطي مطاقة معينة او عايزين نضيف معلومات لحاجة معينة او هنعمل برنامج لحاجة معينة مثلا الناس بتهتم بتصوير المكان الناس بتهتم بانها ترفع الارتفاعات زي ما انت شايفت السورة اللي موجودة دلوقتي تقدر تجي هنا وتقوله انا عايز اشوف ايه المشروعات اللي موجودة عشان ابدأ الشغل عليها طبعا انا عملت زوم هتلاقي بعض المشروعات اللي موجودة في ليبيا مصر اعتقد مفيش بس انا لما دخلت لقيت فعلا في معلومات كافة ان احنا نقدر نعمل شغل جامد جدا في مصر تمام في كذا مشروع هنا في فلسطين والاردن طيب خلينا ممكن تختار بقى اي مشروع منهم تدوس عليه يفتح لك بالشكل دوت فتبدأ تشوف ايه الحاجة المطلوبة لانه ممكن يكون ده مرة ثانية فتبدأ تشوف ايه المطالبات اللي هم عايزينها الناس اللي تشارك معاهم ممكن تحدد بقى ان انت عايز تشارك واحط لك فيديو هنا عشان تقدر تفهم المطلوب بيقول لك دي الاماكن مثلا دي خلاص دي اللي خلصت دي اللي الناس شغال عليها دي الavailable ده المتاح طيب مثلا هتختار ديت وتقول له map select task فبيقول لك ان انت شغال في مشروع تاني حاولت تكمل مشروع ده ده ان فعلا كنت شغال في من شوية فبدأ تعمل زوم مثلا على الاماكن تقدر تقول لك انا عايز شوف ايه الخريطة الموجودة فعندك ممكن تختار الخريطة ديت وبينزروا ساعات بعد jump التشغال على حاجة معينة بس تلاقي ان حاجة تانية افضل يعني شايف ان دي بنج دي كويسة تمام اللي الخريطة فيها واضحة وزينا نرمونا بالشرط ممكن تروح مكان تلاقي خريطة افضل ماب داتة لو انت عايز تشوف بقى الهيستوري بتاع الحاجة اللي هنا دي الاشيوز اللي موجودة البرايفسي طيب ممكن تقوله مسلا ان عايزك تظهر لي اا الابن سيت ماب نوتس لو في اي نوتس موجودة طيب في الفوتو لو في اوبن استريد كام ابدأ ازهرولي اللي هو كارتا فيو ازهر لي الحاجة اللي موجودة من البنج حيث لو في حد واخد صورة للمكان فتقدر تعرف تقريبا المعملة ده ارتفاعه كام ممكن مسلا ان يجي هنا طيب انت دوات عايز ترسم ايه؟ لو انت عايز ترسم نقطة فهتقوله point line خط area فهقوله مسلا area وابدأ اشوف المكان دوت دابل كريك عشان تخروا من الامر مفروك ان يبقى اخر واحد ايه؟ تقدر بقى تشوف المبنى ده حسب معلوماتك المبنى ده عبارة عن ايه؟ طبعا مفروك لاحب شخص في البلد بتاعته ونعمل واحد تانية ان شاء الله عن مصر وهنشوف فعلا فيه كاميرا كتيرة بدأت تظهر ممكن تقوله بلدنج في يوتشار وتقوله ده مثلا house او بلدنج حسب المعلومات بتاعتك وحسب ما يبان من معرفتك بالمكان او بالصور او بالخرايط او بالزلال مثلا فبتقوله ان ده ارتفاعه مثلا دور اللي هاي بتاعه مثلا 3.5 الادرس لو انت عمعك الادرس في انتبقى هيبقى عندك كمية معلومات رائبة جدا بالعنوان والرقم الشقة والشارع والمدينة والبوست كود كل الكلام ده فيه ناس مشكولين شغالين به في مصر وفي الدور العالم طيب دست هنا عشان اقول له upload وبعد كده بتدبقى تشوف المعلمات المطلوبة الهاشتاج مورتانية هيت وبتقوله انها محتاج ان حد يراجع على ال edit اللي اعملته وبعد كده بتقوله upload فكده المعروف اللي انت عملتها بدأت تعملها upload وبتحدد بقى من هنا ال task بتاعك خلاص كده خلصت فتقفلك المكان ولا لا لا لسه مخلصتش وهكذا بتخلص او لسه مخلصتش فبتقوله submet task مثلا وبعد كده ساتش توقفين اشتركة توقفين كخب filtration